أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني ما بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل ما بين الدول العربية وخلال استقباله وفدلنا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربية ثمن رئيس أسيسي قرر البرلمان العربي التركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائية كما أكد الرئيس أسيسي أهمية الحفاظ على التكاتف ما بين الدول العربية معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية مشددا على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر من جانبهم أكد الوفد حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات كما ثمن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي معربين عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البناء الذي صارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية والذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة ترجمة نانسي قنقر